دعى وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف إلى وضع حد بسرعة للقتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين وذلك خلال محادثات في موسكو مع الأمن العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت وأضاف لفروف أن روسيا والجامعة العربية يمكنهما المساعدة في وقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة من جانبه دعى أبو الغيت أيضا لإنهاء القتال لكنه قال إن مثل هذا العنف سيستمر في ظل بقاء القضية الفلسطينية دون حل